السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مساء الأخبار معكم مازن المصري تحياتي لكل المتابعين لأول مرة بتشوفنا اشترك في القناة والناس اللي موجودين ياريت لايك للفيديو لو عجبك وشير علشان ان شاء الله القناة بتاعتنا تكبر بكم وعشانكم بإذن الله طيب النهاردة فيه أخبار مهمة جدا مش ده بس فيه كذا خبر تاني هنتكلم كده في البداية عن حرائق موجودة في تكسس ودي مش بس حرائق زي اللي عملناها من كام يوم عن ان فيه حرائق في كاليفورنيا ومعتادة عليها الولايات المتحدة ولكن ده حرائق موجودة في المنازل والغبات وهنشوف مع بعض التفاصيل الكاملة تم الابلاغ عن حرائق الغبات والعجب حول شمال تكسس طبعا ده موقع بالانجليش وده اسم المصدر الخبر اسمه NBC DFW ده اسم الموقع موقع اجنبي واحنا عملين له ترانسليشن وحضراتكم شايفين الترجمة تحته علشان احنا تعلمنا عربي طيب تسبب حريق سريع الحركة في كينيدال في حريق ما يقرب من مئة فدان يوم السلساء مما قدى الى اتلاف شركة واحدة واكبار الشرطة على اخلاق بعض المنازل لفترة وجيزة وفيه تقرير كمان شفناه من شوية عن الموضوع ده وحتى المزيعة بتقول وهي بتسجل بتقول انا مش عارفة فتحيني من كتر ريحة الدخان وريحة الحريق بيؤثر على حتى الرؤية والعياذ بالله طيب استغرق الامر ثلاث ساعات والمساعدة في وكالات متعددة لاحتواء الحريق حيث قدت هبوط رياح تبلغ اربعين ميل في الساعة في اشعال النيران كبالة طريق اسمه كينيدال باركواي يارب بكون بس بانطاعهم صح في حوالي الساعة ثلاثة مساء توجهت الشرطة من منزل الى باب في حي في الحي الموجود أستاذ حضراتكم ده اسمه ميدوز وحست الناس على الاخلاء كانت بتأخلي الناس من منزلها وبعد الساعة قال رجال الاتفاق او رجال الشرطة معاهم ان التهديد انتهى وان الاشخاص الذين تم اجلاهم يمكن العودة لمنزلهم طبعا احنا لا نتمنى لازل اي حد في ناس سعب بتقول لا تستاهل انا ما بحبش اشمة في الحاجات اللي فيها مصايب في ناس بتبقى فعلا بريئة مش عشان هو بس امريكي او هو ما عرفش دي وجهة نظري انا في ناس عندها وجهة نظر تحترم ودي مش من اهدفنا ولا حاجة انت عايز تكتب التعليق اللي انت عايزه يا اهلا ومرحب بيك وتنور طالما فيه ادب ولكن انا بقول لحضراتكم انا عن نفسي لا اتمنى الازل لا اي شخص على وجه الارض ايا كان دينه جنسه لونه جنسيته اي حاجة طيب فقد تدرر شركة متمردة على اه اسمها ايفن فاير اه لندن وفقا لرئيس اه طول الشارع ده يعني في المكان ده يعني فيه شوية تفقدات لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق مش عارفين ايه اللي حصل متوقع ان يزداد نشاط حراك الغابات حتى يوم الاربع حيث تماشى نمط النشط مع الغطاء النباتي اه الجاف عبر المناطق اه الطبيعية فيه طبعا اه يعني حتى اه فيديوهات بتوضح الموضوع ده لو الناس حابة تشوف الفيديوهات دي ممكن نسيبها لكم كمان في اه الشورتس او بنسيبها لكم في اه الستوري بتاعة القناة عشان ناس تشوف اه الحرائق دي لانها فعلا اه تستهل ان احنا نعمل عنها فيديو مش مجرد ان احنا بنعمل حاجة تلفت الانتباه اقول لا ولكن والعزو بالله اه المنازل كلها بقول لكم اخلوا المكان تماما نشوف الخبر اللي بعده علشان ما نطولش في هذا الموضوع واريت الناس تكتب قال لنا في اه التعليقات اه فيما اخص هذه الانبال ايضا في من ضمن الاخبار اللي موجودة معنا آه وهو الزلزال في شمال آه هقول فلسطين مش هقول شمال اسرائيل زي ما هم ما قد طرحين لان الموقع ده اجنبي يعني برضو على شانتوا بعارفين هو ده اسمه اللي موجود فوق اسمه آآ 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 Kims آآ آآ ريليز او اسرائيل مش عارف فهم كتبين كده عن الموضوع او ده الخبر المهم الموقع اقصاد حضرتكم احنا جايبينه بالمصدر علشان الناس تبقى عارفة الموضوع جاي منين او التقرير وموجود كمان على موقع كتير عربية زلزال طفيف في شمال فلسطين والاردن طبعا تحياتنا لكل اهل فلسطين والاردن لم تر التقارير عن وقوع اصابات او لان كانت قوته 3.5 مش كبيرة ولكن شعر بها البلدان اللي احنا هن عليها خلال الشهر الماضي كانت داخلها تقود ان انزار مبكر لم يتم نشره لان لايجت خطر طبعا يعني فيش منه خطورة اوي ولكن تم رصد ده تعرض السكان اللي موجودين في شمال فلسطين لزلزال صغير مساء السلساء هو الحدث في سلسلة من الزلازل لضربة المنطقة دي وقالت هيئة المسح الجلوجي ان الزلزال سجل 3.5 وكمان سمع زي ما قلت لحضراتكم في الحدود الاردنية وتحياتنا لكل اهل الاردن واللي بيشوفونا من اهل الاردن ولم ترد انباء عن وقوع اضرار والحمد لله وقالت الشرطة ان تلقت عشرات المكالمات في عقاب الزلزال وانا قد تسأل اعلام عبرية الموضوع ده مش ده اللي يخصنا اللي يخصنا ان كان فيه هزة ارضية موجودة في دولة فلسطين وعلى الحدود الاردنية ربنا ان شاء الله يبعد عننا وعنكم كل ازة وزي ما قلت دي مجرد هزات او زواهر طبيعية لا يوجد منها اي قلق حتى لو وصلت زي ما هنشوف دلوقتي زلزال آآ رهيب الشكل هنشوفه دلوقتي مع بعض طيب هنشوف الموقع ده برضو اسمه ده مفروض انه مشهور يعني جايبين آآ زلزال اخر زي ما قلت زلزال رهيب رهيب الشكل وهنشوف برضو هنترجمه مع بعض لان انا قلت التعليم بتاعنا عربي طيب ادى الى في شخصين توفهم الله آآ في زلزال في جواتيمالا وتسبب في انهيارات ارضية والعياز وبالله السور دي حقيقية من الموقع آآ طيب زلزال كان بقوة ستة فاصل اثني وكان جاي في المنطقة السكنية يعني بعض الزلازق بتيجي بالقوة دي بتبقى على الاطراف من البلاد طيب هنشوف الموضوع مع بعض وبقى نرجع للكلب قال مركز رصد الزلزال الاوروبي المتوسط ان ضرب آآ زلزال جنوب غرب جواتيمالا الساعة آآ ساعة مبكرة صباحا يعني الاربعاء مما اصفر عن مقتل شخصين وانهيار اسقف وتسبب في انهيارات ارضي وقال المركز ده برضو انه آآ كان على عمك ستة وتسعين كيلو متر وانه مركزه كان على بعد ستاشر كيلو آآ شرق حتة اسمها تيجيزيد آآ في جواتيمالا آآ تقع آآ تيجيزيد دي في منطقة فقيرة في الغالب على السواحل آآ الساحلية لدولة امريكا الوسطى وتحيد بها مزارع الموز وزيت النخيل الكبرى او الكبير التي تصدر الى الولايات المتحدة ومن ضمن الحاجات اللي كانت مكتوبة عن الزلزال ده ان هي قد آآ كان في الوقت اللي جي فيه الزلزال رصده كان ستة وتمانية قوته يعني كان تقريبا دخل على سبع رخت ووكالة الكاريس في جواتيمالا آآ المنصق الوطني لحد من الكاريس حتى الساعة تمانية ونص صباحا بالتوقيت المحلي ابلغت السلطات عن مقتل اتنين امرأة في مدينة آآ ميكسيكو احدى الضواحي الغربية العاصمة ورجل في مدينة اسمها آآ كويتزا آآ المرتفعة وقالت السلطات انك لهما توفية بنوبات قلبية طبعا ربنا يبعد عننا وعنكم هذه آآ الظواهر آآ يعني المرعبة وازهرت آآ صور نشرتها الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي تساقط الصخور واكتلاع الاشجار التي اغلقت طريق في عقاب الزلزال بما في ذلك انتيغو آآ المدينة الاستمرارة التي ارتاح او يرتدها السياح يعني وعقب الزلزال الاولى هزتان ارتدادية تجوازت ده اللي احنا بنقوله ان فيه ساعات زي الزلزال احنا منا من شوية عن دولة الاردن وفلسطين بنجيب لكم الهزات البسيطة لان ده بممكن يعني يتولى آآ بعض الزلازل الكبرى والعازو بالله ده حصل كان قوته اربع درجات في المنطقة وفقا لما ذكرته آآ هذه الصحيفة يعني شارك في التغطية صوفيا مش عارف ايه طيب خلاص دي زي ما قلت لحضراتكم وفي آآ زلازل كتير آآ في مناطق تانية ولكن حاجات بسيطة وطفيفة علشان كده ما بنجيبهاش ودي صور حية فعلا بصوا آآ يعني عملت اقتلاع بعض المواقع كتبة آآ سقوط شجر من جزوره في جوة مالة بسبب الزلزال ده ده بتاريخ النهاردة اهو يعني مش بنجيب لكم الحاجة بقالها كم شهر لأ دي حاجات دلوقتي حالة وفي ناس بتعمل حاجات فيك يعني انا بقول لك انا محبش اتكلم عن حد ولا بالحل ولا بالوحش ولكن انا بقول لحضراتكم في بعض المواقع عملة حاجات فيك وحاجات مش حقيقة عشان كده بحاول قبل ما اجيب لكم اي خبر يكون من مصدر آآ الى حد كبير ما انا لا اصق في اي مصادر الا للحاجات اللي انا عارفها وساعات طلبت من المتابعين يكتبوا لي اسماء المواقع اللي هم بياصقوا فيها محدش كتب آآ اسام المواقع فمحدش لومنا لو احنا جبنا ماء من اي موقع ولكن انا بحاول آآ اتحرط دقة آآ في كل الاخبار بشكركم جدا كان معاكم مازن المصري تحيات لكل المتابعين اشوف كم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته